بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بطلاب الصف الرابع نكمل درسنا آداب التعامل داخل المنزل الجزء الثاني بسم الله فلنبدأ المرحلة الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثالث مادتنا المادة الجميلة والمحبوبة لدى الجميع مادة المهارات الحياتية والأسرية موضوع درسنا لهذا اليوم آداب التعامل داخل المنزل الجزء الثاني معكم المعلم ويئام عبد الرحمن ابو النجا ومعلم لغة الإشارة الأستاذ معاذ القرعاوي نبدأ ما زلنا في وحدة مهاراتي في الحياة تعرفنا على الجزء الأول من آداب التعامل داخل المنزل نكمل درسنا لهذا اليوم بالجزء الثاني نبدأ بأهداف الوحدة ككل نشاهد سويا الأهداف أهداف الوحدة يتوقع من المتعلم في نهاية الوحدة أولا أن يحدد مفهوم بر الوالدين بصفة عامة ثانيا أن يقارن بين معاملة كل من الإخوة والأقارب ثالثا أن يكتب توجيهات إيجابية في كيفية التعامل مع الخدم رابعا أن يعل الأهمية الترشيد في استهلاك المياه خامسا أن يستنبط بعض الأسباب المؤدية إلى تسرب المياه في المنزل سادسا أن يميز بين سلوكيات هدر الماء داخل المنزل وخارجه سابعا أن يشرح أهمية الكهرباء في حياتنا اليومية ثامنا أن يقترح طرائق فعالة لترشيد الكهرباء داخل المنزل أخيرا أن يبتكر شعارا يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء بالمجتمع ننتقل إلى أهداف درسنا لهذا اليوم يتوقع من المتعلم في نهاية الدرس أن أولا يشرح آداب التعامل مع الأقارب ثانيا يبدي رأيه في من يتحدث عن الآخرين بسوء ثالثا يبين آداب التعامل مع الخدم أخيرا يقيم سلوكه في التعامل مع الآخرين نبدأ مراجعة لدرسنا السابق تعرفنا في آداب التعامل داخل المنزل الجزء الأول عن المفاهيم الرئيسية بدأنا بمفهوم بر الوالدين ماذا نقصد ببر الوالدين؟ بارك الله فيكم يا رابع نقصد ببر الوالدين طاعتهما وإظهار الحب والإحترام لهما ومساعدتهما والإحسان إليهم هذا هو تعريفنا لبر الوالدين ننتقل للمفهوم الثاني صلة الرحم ماذا نقصد بصلة الرحم؟ بارك الله فيكم أبدعت صلة الرحم زيارتهم والتواصل معهم وعدم أطيعتهم أيضا تعرفنا في درسنا السابق آداب التعامل مع الوالدين نشاهدها سويا من آداب التعامل مع الوالدين طاعتهما وتقبل نصحهما ثانيا عدم رفع الصوت عندهما أو مقاطعة حديثهما أيضا من آداب التعامل مع الوالدين السلام عليهم صباحا ومساءا رابعا مساعدتهم عند الحاجة أيضا خامسا رعاية الوالدين عند المرض أخيرا الدعاء لهما بالمغفرة والرحمة أيضا تعرفنا آداب التعامل مع الاخوة الكبار والصغار تعرفنا سويا آداب التعامل مع الاخوة الكبار والصغار أولا محبتهم وحب الخير لهم ثانيا عدم زجر الصغير أو إخافته ثالثا احترام الأخ الكبير وعدم رفع الصوت عليه أخيرا مساعدة الصغير والعطف عليه ننتقل الآن في درسنا لهذا اليوم نبدأ بآداب التعامل مع الأقالب نشاهد سويا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يعظم الله رزقه وأن يمد في أجله فليصل رحمه ننتقل الآن صور من حسن المعاملة مع الأقارب نشاهد سويا أولا معاملتهم بإحترام وتقدير يجب أن أعامل الأقارب بإحترام وتقدير ثانيا مديد العون لهم عند الحاجة عندما يكونون بحاجة إلينا يجب أن أمديد العون إليهم أيضا من آداب التعامل مع الأقارب الاستماع لنصحهم يجب أن أستمع لنصحهم أيضا أتقبل إرشاداتهم بكل حب واهتمام أيضا من آداب التعامل مع الأقارب زيارتهم والسؤال عنهم وهذا يدل على صلة الرحم مرة أخرى آداب التعامل مع الأقارب أولا معاملتهم بإحترام وتقدير مديد العون لهم عند الحاجة تقبل نصحهم وإرشاداتهم بكل حب واحترام أيضا يجب علي زيارتهم وعدام ووصلة الرحم معهم ننتقل الآن نشاط رقم 4 صفحة 41 نفتح الكتب سويا ابدي رأيك بالتعاون مع زملائك في المجموعة حول المواقف الآتية الموقف الأول قريبة تتحدث دائما عن الآخرين وتسيء إليهم ثانيا قريب يحسن التعامل مع الأقارب هنا لدينا موقفان الموقف الأول قريبة تقوم بالتحدث مع الآخرين بسوء ما رأيكم بهذا التصرف؟ ثاني تصرف قريب يحسن التعامل مع أقاربه ما رأينا بهذا التصرف الثاني؟ بارك الله فيكم إجابات رائعة نشاهد سويا التصرف الأول يعد من الغيبة والنميمة وهي كبيرتان من كبائر الذنوب فالواجب الحذر من ذلك يقول الله سبحانه ولا يغتب بعضكم بعضا صورة الحجرات التصرف الثاني يعد من حسن التعامل مع الأقارب ومن مكارم الأخلاق فقد حثنا ديننا على حسن التعامل نقوم بتدوين الإجابات صفحة 41 نأخذ دقيقتان لتدوين الإجابة ترجمة نانسي قنقر 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 انتهينا من تدوين الإجابة بارك الله فيكم ننتقل الآن آداب التعامل مع الخدم نبدأ بقصة صديقتنا رشا نقرأ القصة سويا رشا طفلة في العاشرة من عمرها طيبة القلب ولكنها دائما ترتكب أخطاء كثيرة فتغضب أسرتها وصديقاتها ما رأيكم لو نتعاون معا ونساعد صديقتنا رشا بإرشادها إلى الأخطاء التي ارتكبتها ونكسب بذلك أجر مساعدة الآخرين ونتعلم معا كيف ننتبه إلى سلوكنا ونهذبه دائما نشاهد القصة استيقظت رشا وهي تصرخ أمينة أمينة أين أنت؟ ركضت الخادمة المسكين أمينة نحو رشا بسرعة ماذا تريدين يا ابنتي؟ هيا يا أمينة أغسل لباس المدرس بسرعة ماذا أغسل لباسك المدرس الآن؟ ولم يبقى سوى ساعة واحدة فقط على موعد ذهابك للمدرسة؟ نعم هيا لقد اتسخ بالأمس ومن المستحيل أن أذهب به وهو هكذا أوه لا بأس هيا لا تضيعي الوقت في الحديث ومضت المسكينة أمينة مكرهة لتغسل لباس رشا فجرا في الجو البارد ثم تسرع لتجففه ثم تكويه بسرعة لتذهب به رشا كما طلبت هذا موقف واحد مما تفعله رشا مع الخادمة ولو أنكم شاهدتموها حين تضع حين تضيع شيئا من أدواتها ثم تظلم الخادمة باتهامها بأنها هي التي أضاعت أو عندما تكسر الخادمة شيئا دون قصد في غرفة رشا لتتفاجأ المسكينة بصراخ رشا وعويلها لرؤيتها لرأيتم عجبة ننتقل الآن اكتشف أخطاء رشا في القصة هنا لدينا رشا قامت بمجموعة من الأخطاء فلنساعد سويا صديقتنا رشا لحل هذه المشكلة وتفادي هذه الأخطاء هيا ننصح رشا بأن تحسن معاملة الخادمة أمينة بماذا ننصح صديقتنا رشا؟ أريد أن أستمع إلى إجاباتكم بارك الله فيكم أيضا مبدعين بارك الله فيكم ننصح صديقتنا رشا أولا أن تحترم الخادمة ثاني نصيحة أن لا ترفع صوتها عند الحديث معها ثالثا ننصحها أن تشكرها وتعطف عليها نقوم بتدوين الإجابات في الكتاب ننصح رشا بأن تحسن معاملتها مع الخادمة أولا أن تحترمها ثانيا أن لا ترفع صوتها على العاملة ثالثا أن تشكرها وتعطف عليها نقوم بتدوين الإجابات نأخذ دقيقة لتدوين الإجابة ترجمة نانسي قنقر 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 انتهينا من تدوين الإجابة؟ بارك الله فيكم ننتقل الآن آداب التعامل مع الخدم أول هذه الآداب العطف عليهم يجب أن أعطف عليهم ثاني هذه الأعداب يجب أن أحترم هذه العاملة ثالثا يعطيهم مما يأكل أيضا عدم تكليفها أعمال فوق طاقتها أخيرا إعطائهم وقت للراحة هذه بعض أداب التعامل مع العاملة مرة أخرى أعطف عليهم أحترمهم وعدم رفع الصوت عليهم ثالثا يطعمهم مما يأكل أيضا عدم تكليفهم بأعمال فوق طاقتهم أخيرا إعطائهم وقت للراحة ننتقل الآن نشاط رقم 5 صفحة 43 نفتح الكتب سويا هل أنت حسن التعامل مع الآخرين ضع علامة صح داخل الدائرة للصور التي تعبر عن السلوك الذي تمارسه لدينا هنا بعض الصور نضع علامة صح عند السلوك الذي نقوم فيه أول هذه الصور هل تساعد والدتك في إعداد المائدة وتنظيفها بعد تناول الطعام؟ هذا سلوك حسن يجب أن نتبعه وأنا متأكدة من أن الجميع يقوم بمساعدة والدته في أداء أعمال المنزل نضع علامة صح على الصورة الأولى ننتقل للصورة الثانية هل تسعى إلى إسعاد والديك باستذكار دروسك والتفوق في دراستك؟ هنا تصرف أيضا حسن جميعا نقوم بالمذاكرة أيضا نسعد والدينا بدرجاتنا العالية فنضع علامة صح على الصورة الثانية ننتقل إلى الصورة الثالثة إذا مرض أحد أقاربك هل تزوره؟ بالطبع نقوم بهذا التصرف الحسن فهو يعد من صلة الرحم مبدعين نضع علامة صح على الصورة الثالثة ننتقل للصورة الرابعة هل تعطف على أخيك الصغير؟ بالطبع تصرف حسن وجميعنا نعطف على إخوتنا الصغار نضع علامة صح على الصورة الرابعة ننتقل إلى الصورة الخامسة عفوا الصورة الخامسة إذا أردت مساعدة من الخادمة فهل تطلبها بأدب؟ بالطبع الجميع يقوم بهذا التصرف الحسن نقوم بطلب الأعمال من العاملة أو الخادمة بكل أدب واحترام نضع علامة صح على الصورة الخامسة ننتقل إلى آخر صورة هل تحب للآخرين ما تحب لنفسك؟ وتعاملهم كما تحب أن يعاملوك؟ بالطبع تصرف حسن وجميعنا نقوم بهذا التصرف نضع علامة صح على الصورة الأخيرة ننتقل الآن إلى ظلل المربعات الآتية بعدد العلامات الصحيحة التي وضعتها إذا كانت النتيجة خمس مربعات ملونة فأنت حسن التعامل مع الآخرين وإذا كانت أربع مربعات فأنت على قدر طيب من حسن التعامل ولكن عليك أن تسعى إلى الأفضل أما إذا كانت ثلاث مربعات فأنت بحاجة إلى مراجعة سلوكك والمسارعة إلى تحسين معاملتك نحن قمنا بالتلوين ست مربعات فجميعا إن شاء الله نحمل حسن التعامل مع الآخرين نقوم بتلوين المربعات صفحة 44 ننتقل الآن إلى تعرفنا في درسنا لهذا اليوم على آداب التعامل مع الوالدين ويجب علي عدم رفع الصوت عليهم أيضا مشاركتهم في أعمال المنزل والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة أيضا تعلمنا في درسنا لهذا اليوم آداب التعامل مع الأخوة الصغار والكبار فيجب أن أعطف على أخ الصغير أيضا أحترم أخوة الكبار وعدم رفع الصوت أيضا عليهم أيضا تعرفنا في درسنا لهذا اليوم آداب التعامل مع الأقارب فيجب علي زيارتهم ومديد العون إليهم أيضا عدم مقاطعتهم ننتقل الآن تعرفنا أيضا آداب التعامل مع الخدم فيجب علينا أيضا أن نحترمهم ونعطف عليهم ننتقل الآن إلى نشاهد سويا قصة صديقتنا عائشة اذهبي بعيدا عني وتركيني وحدي حاضر ما هذا الذي فعلته يا عائشة؟ لقد أغضبتني يا أمي يا حبيبتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا أنا آسفة يا أمي لقد انفعلت قليلا يا حبيبتي يجب أن تتعلمي أدب التعامل مع إخوتك الكبار والصغار ها؟ وما هي تلك أدب التعامل مع إخوة الكبار والصغار يا أمي؟ محبتهم وحب الخير لهم احترام الكبير وعدم رفع الصوت عليه عدم زجر الصغير أو إخافته مساعدة الصغير والعطف عليه لم أكن أعرف هذه الآدابة يا أمي إن شاء الله لن أرفع صوتي على من هم أكبر مني سنا وسأساعد إخوتي الصغار ولن أسجرهم أمينا أمينا اغسلي لباسي المدرسي بسرعة وإياك إياك أن تتأخر لماذا تنادين على الخادمة أمينا بتلك الطريقة؟ أبدا أرغب أن تغسل لباسي المدرسي يجب أن تعامل الخادمة معاملة حسنة وتعطف عليها ولا تقسي عليها فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال أفا قط وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته آسف يا أمي سأغير من سلوكي إن شاء الله وسأعامل إخوتي بأدب واحترام كذلك الخادمة سأعاملها بلطف ولي بنات العزيزات إن الأخلاق الكريمة هي التي تمكن الإنسان من العيش في مجتمعه محبوبا ومقبولا شاهدنا سويا قصة صديقتنا عائشة ما الخطأ الذي ارتكبته صديقتنا عائشة؟ بارك الله فيكم مبدعين لم تحترم أختها الكبيرة أيضا رفعت صوتها على العاملة المنزلية بارك الله فيكم ماذا ننصح صديقتنا عائشة؟ بأن تحترم أختها الكبيرة وتعطف على العاملة مبدعين بارك الله فيكم ننتقل الآن إلى البطاقات الملونة نشاهد سويا نختار أي بطاقة؟ نبدأ بالبطاقة الزرقاء من آداب معاملة الوالدين مقاطعتهما في أثناء الحديث لأنه حق من حقوقي هل هي إجابة صحيحة أم خاطئة؟ هل هو سلوك صحيح؟ بالطبع لا سلوك غير صحيح بارك الله فيكم ننتقل للبطاقة ننتقل للبطاقة الصفراء من صور حسن معاملة الأقارب مد يد العون لهم عند الحاجة هل هو تصرف سليم؟ بالطبع بارك الله فيكم تصرف صحيح بارك الله فيكم ننتقل الآن إلى البطاقة بارك الله فيكم ننتقل إلى البطاقة الحمراء من الآداب احترام الأخ الكبير ورفع الصوت عليه هل من حسن التعامل مع الأخوة الكبار رفع الصوت عليهم؟ بالطبع لا فالإجابة؟ فالإجابة خاطئة بارك الله فيكم إجابة خاطئة ننتقل إلى البطاقة الخضراء استمع إلى ما يقدمه إلي جدي وجدتي من نصح وإرشاد هل هو تصرف صحيح؟ بالطبع تصرف صحيح ويدل على احترام الكبير ننتقل إلى البطاقة بارك الله فيكم الأخيرة البرتقالية عند غياب الوالدين على الإخوة الكبار القيام بمقام والديهما في النصح والإرشاد هل هو تصرف صحيح؟ هل هي إجابة صحيحة؟ بالطبع بارك الله فيكم إجابة صحيحة فالإخوة الكبار يقومون بمساعدة الوالدين والانتباه على الأطفال على الإخوة الصغر ننتقل الآن إلى الأهداف حققنا في نهاية درسنا لهذا اليوم جميع الأهداف أولا شرحنا آداب التعامل مع الأقارب ثانيا أبدينا رأينا في من يتحدث بالسوء عن الآخرين ثالثا بينا آداب التعامل مع الخدم أخيرا قيمنا سلوكنا في التعامل مع الآخرين وبذلك انتهينا من درسنا لهذا اليوم سعيد بإجاباتكم الرائعة ألقاكم قريبا إن شاء الله